اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان دي اكتر فترة بيبقى في دور او تأثير مهم للانتي فيروس في الفترة دي بعد الاثناشر يمكن التأثير ممكن مش بنفس القوة فهنا يبتدي يدخل بقى مضادات للتهابات والادوية المناعة وما غيرها من الادوية من اول بروتوكول الحقيقة تطبق واحنا نتائج البروتوكول بتاعتنا الحمد لله نسب الشفاء عندنا كويسة جدا معدلات الوفيات الحمد لله كويسة جدا طبعا نتمنى ان ما يبقاش فيه خالص بس يعني في حدود المزاع عالميا يعني فاحنا الحمد لله كل الارقام عندنا كويسة لان عندنا محورين اتنين في البروتوكول انتي فيروس اللي هو العلاج الفيروسي والحاجة التانية اللي احنا بنتكلم فيها العلاج مسببات الاتهاب او تثبيت المناعات في مواكهة الفيروس بتاعنا فالبروتوكول بتاعنا من ايه تزين من تأسيمة الحالات مع خطورتها مع الادوية المتضمنة كلها جديدة حتى الجرعات بتاعتنا جديدة التايمينج او التوقيت بتاع اغزي الادوية جديد ايه اكدنا في البروتوكول المصري ان في الاول 12 يوم الابر هاند او القوة او الاساس في فعالية الادوية الانتي او الادوية مضادة الفيروسات وبعد 12 يوم هنبتدى ندي مضادات الالتهابات او الادوية اللي بتشتغل على جهاز المناعة حسب الحالة البروتوكول العلاجي المستعدد في نسخته الرابعة يعد عملا قوميا هدفه الوصول الى افضل النتائج في علاج المصابين وبخاصة اصحاب الامراض المزمنة الادوية الجديدة اللي هي اشهرهم اللي هو الادوية المضادة للفيروسات الحديثة اللي احنا قدرنا ان احنا ندخلها في البروتوكول ودي حاجة اضافة قوية دي كان احنا برضو احنا ما بنضيفش اي ادوية الا بعد التجارب العلمية بعد ما تثبت نجاحها احنا على مدار الفترة اللي فاتت كنا على تقريبا في حدود 5 او 6 تجارب علمية واللي نجح في ان هو يقدي النتيجة وان هو يقضي على الفيروس تمت اضافته الى بروتوكول الجديد بتاع نوفمبر 2020 فيه برضو دواء اضيف مضاد للفيروسات بيتخذ عن طريق الوريد دم اثبت كفاءته اثبت النتائج ان هي المبشرة على مدار الفترة بتاعة التجارب اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وده ان شاء الله باذن الله يضيف قوة الى البروتوكول المصري عشان نقدر ان احنا نكمل بخطة واصفة زي ما بدأنا البروتوكول المصري من اقوى البروتوكولات اللي احنا شفناها واللي احتزت به دول كتير ورانا كما يشمل البروتوكول تقسيما جديدا للحالات المرضية وكذلك معاملات الخطورة للحالات المصابة بالفيروس اضافة الى تحديث اجهزة دعم الاكسجين لتقليل استخدام دعم التنفس الصناعي البروتوكولات دي رقم واحد بتقسم المرضى على حسب خطورة الحالة سواء حالة بسيطة او متوسطة او شديدة او حالة حرجة وكل حالة منهم لها علاج مفصل الحالات البسيطة غالبا بيبقى علاج سابورتف زي ما بنقول علاج للأعراض مش اكتر من كده وبتبقى غالبا بتعالج في المنزل يتعمل لها عزل منزلي ونكمل علاج في المنزل لو حالة متوسطة دي غالبا بتحتاج دخول للمستشفى خصوصا لو مريض عنده امراض مزمنة زي ما بنقول ممكن تأثر على منعته او على استجابته للعلاج نتائج البلازمة استخدام البلازمة المتعافين اللي دتنا جايد شوية زي نحطها في البروتوكول عشان نقدر نعظم الاستفادة بعض الابحاث تانية زي الايفرمكتن بنتابع كل الادوية وكل البروتوكولات العلاجية عندنا نظام الكتروني متكامل للمرضى داخل مستشفيات العزل علشان نبقى شايفين قدامنا شايفين النتائج شايفين عوامل الخطورة ايه هي ايه اكتر مؤشر نقول لا المؤشر ده لو وصل لرقم معين احنا نحتاجين ناخد خطوة مختلفة بروتوكول جديد خدنا فيه كل الحاجات اللي تعلمناها من الموجة الاولى وعملنا بروتوكول جديد محدث مبني على ادلة علمية ومبني على خبرات مصرية وعملنا منه بروتوكول جديد بعخليات مصرية يعني خلاص تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا من قبل اللجنة العلمية المعنية واحدة من التحديات المهمة التي تحرص عليها الدولة المصرية للتوفير العلاج بشكل منح لمواجهة المرض ومكافحته محمد حلمي أهلا بكم جديد مشاهدين الكرام مكملين معكم هذا الصباح زي ما تابعنا في تقرير زميلنا محمد حلمي بروتوكول علاجي جديد ومحدث في نسختي الرابع علنت عنها وزارة الصحة والسكان وده ضمن العديد من الأبحاث والتجارب المستمرة فيها للتعامل وعلاج مرضى فيروس كورونا هنتكلم أكتر عن هذا البروتوكول وأهميته في التعاطي مع الحالات المرضية بفيروس كورونا هنا في مصر مع دكتور أحمد إدريس عضو منتدى الإصلاح الصحي وعضو شعبة الصيدليات بيئة الاتحاد العام للغرف التجارية دكتور أحمد صباح الخير وأهلا بيك صباح الخير وأهلا بيك البروتوكول في نسختي الرابعة وهو محدث لو نمر مرور سريع على طبعا إحنا عارفين فيروس كورونا جه للعالم مرة واحدة ما فيش أي خبرات عالمية في التعاطي معاه ومن هنا كانت كل دولة بالكوادر الطبية وخبراتها بتتعاطى مع المرض وكل طبيعة مرضية بحسب الظروف والأدوية والعلاجات المتاحة لأمراض تانية عايزين نعرف إيه هو البروتوكول المحدث الأخير في نسخته الرابعة اللي أعلنت وزارة الصحة هو متابعة دلوقتي في كل المستشفيات مع مرضى فيروس كورونا أول حاجة طبعا هي سنة 2020 بإذن الله هتقفل بأخبار سعيدة من الأخبار اللي إحنا سمعناها والأخبار المفرحة إن فيه مصر جديد من إنتاج أحد الشركات المالتناشنال ومصر مشتركة في هذا الإنتاج هنتكلم عن اللقاح ده بالتفصيل دلوقتي برضو من الأخبار السعيدة إن مصر في مصاف الدول المتقدمة النهاردة مصر قدرت يكون لها بصمة واضحة في علاج أو في إصدار بروتوكول جديد لجائحة كورونا إحنا لو قررنا مصر بكل دول العالم النهاردة هلأ إن مصر فعلا تفوقت وكان لها دور مهم قوي في علاج فيروس كورونا نتكلم بقى عن البرتوكول العلاجي اللي هو تم إصداره مبارح أو المؤتمر مبارح اللي في بروتوكول علاج فيروس كورونا إضافت بعض الأدوية الجديدة اللي أثبتت فعلياتها في بعض الأدوية تم حزفها من البرتوكول ده حفظنا على صحة المريض الأثار الجانبية لبعض الأدوية اللي تم حزفها الأدوية الجديدة اللي تم إضافتها تنفع لمراحل كتير جدا من الأعمار برضو إضافة بعض التقسيمات الجديدة للمرضى حسب الحالة المرضية وحسب الحالة العمرية وده هيدينا فرصة إنه هيكون الضغط على المستشفيات يكون أقل هيدينا فرصة إن إحنا فعلا المريض يكون أكثر وعيا بالنسبة للعزل المنزلي إمتى المريض يكون في عزل منزلي أو يلتزم المنزل في هذه الفترة إمتى المريض نتوجه به للمستشفى إمتى المريض الكورونا يتحرك من العزل العادي في المستشفى ويكون في حالة حرجة ويروح العناية المركزة طبعا إحنا عايزين نشير برضو إلى أن الأدوية اللي تمت إضافتها للبروتوكول دي أدوية موجودة بالفعل في السوق المصرية بتعالج أمراض مختلفة مرتبطة بالجهاز التنفسي وغيرها أنا مش أكلم عن الأدوية بس بقى في هذه النقطة إدارة ملف الدواء في هذه الفترة في فيروس كورونا فعلا كانت إدارة حكيمة من الدولة المصرية ليه؟ إحنا ملقناش في هذه الفترة نقص كتير في الأدوية لو قاررنا نفسينا بدور العالم حتى بدور العالم متقدمة كتير أول من دون العالم المستحضرات زي الكمامات أو الكحول أو الحاجات اللي كان بيحتاجها المرضك في هذه الفترة لأ كانت متوفرة النهار ده برضو متوفرة وأسعار مناسبة لكل الناس أحب برضو من متبعاتنا للصيدليات على مستوى الجمهورية في 27 محافظة نسبة نقص الأدوية أو نسبة توفر الأدوية وتوافر المستحضرات لأ الحمد لله إحنا مستعدين إن إحنا نواجه هذه الفترة الفترة القادمة بإمكانيات عالية الأدوية اللي إحنا بنحتاجها في العز المنزلي أو الوقاية مثلا إن إحنا فيتامين سي الزينك بعض المضادات الحيوية بعض المضادات الفيروسات متواجدة في الصيدليات وبنسب بإذن الله تكفي المريض مفيش منها أي ألأة هي بس رسالة أنا أحب أوجيها لل مش أقول للمرضى للشخص للناس العادية للناس العادية إحنا مش محتاجين نخزن دواء الدواء متوفر نقص الأدوية اللي حصلت في المرة اللي فاتت أو الزعر اللي حصل ده خلى كتير قوي من الأشخاص يخزنوا الدواء ويخزنوا المستحضرات ويخزنوا الكمامات وده اللي أثر على الحركة إنما النهار ده الدواء متوفر حركة مش محتاجة تخزن الدواء النهار ده إحنا كل يوم فيه جديد في العلم وكل يوم فيه جديد في البرتوكولات لا إحنا محتاجين النهار ده نتخذ الحذر أول حاجة نتخذ الحذر في الوقاية في النظافة الشخصية استخدام الكمامات التباعد الاجتماعي مطلوب نتخذ الحذر النهار ده لو فيه أي مريض مثلا أو أي شخص ظهر بعض الأعراض حتى لو أعرض البرد العادي التزم البيت خلي دايما عندك مستشار الطبي لإما الصيدالي لإما الطبيب استشيره في هذه المواضيع ما تنزلش ما تختلطش بالناس حفظا على نفسك حفظا على أصلتك طيب لو أي مريض عنده دور بردة أو انفلوانزة أو غيرها يتعامل معاه زي ما كل الدكاترة قالوا أنه كورونا إلى أن يصبت العكس ويلتزم البيت زي ما حضرتك قلت برضه دلوقتي طيب هل بقى لو عايز يتناول أي من الأدوية أو البروتوكول العلاجات احنا منشوف البعض بيتدول على الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي أن ده لو حد عنده كورونا أو كده ياخد الأدوية دي هل الأدوية بتأخذ مرة واحدة كده أي حد عنده كورونا أو حتى اشتباه في كورونا ياخدها حتى بغض النظر عن حالاته المرضية عنده أي أمراض مزمنة غيرها ولا لازم يكون تحت إشراف الطبيب وياخده بإشراف طبي هو ده السؤال اللي احنا بنترح نفسه هل مواقع الاتصال الاجتماعي هل ده مصدر موسوخ منه؟ لا مش مصدر موسوخ منه في البعض يقول ده دي من دكتور كذا استشار الأمراض الصدرية دكتور أحمد إدريس مثلا وخلافه كل الحالة زي ما فيه كل واحد ليه بصة مختلفة كل واحد ليه حالة مرضية مختلفة تمام النهار ده لازم حركة تستشير الطبيب ليه؟ مرضى الضغط مرضى السكر كبار السن الأطفال لهم طرق أو لهم بروتوكول في العلاج مختلف عن أي شخص تاني تمام مريض الضغط أو مريض السكر زي ما حدثتك أكثر عرضة للمخاطر والتطورات يبقى احنا محتاجين يكون على استشارة دائمة بالطبيب البرتوكول اللي بتنزل بطبيب القلب مثلا لو حد مريض قلب ولا مريض الأمراض الصدرية مريض أي مريض أي مريض مزمن زي مريض الضغط والسكر لازم يكون على تواصل دائم مع الطبيب طبيب أمراض قلب ولا طبيب لا طبيب الطبيب بتاعك يعني لإما طبيب حميات لإما طبيب أمراض القلب لإما طبيب الصدرية لإما استشار السيدالي تمام لمجموعة ديت أو الفريق الطبي ده هم أكثر دراية بالحالة المرضية وأكثر دراية بالأدوية وأكثر دراية بتطورات اللي ممكن تحصل عشان كده لازم حضرتك دائما تكون على استشارة دائمة بهذه الفريق الطبي لا تتردد لو ظهر عندك أي عرض تقدر الله لازم تكون على اتصال دائم بطبيبك ممكن يكون طبيبك مثلا طبيب القلب أو طبيب اللي أنت بتمع عنه ليه؟ هو هيوجهك أنت تروح فين أو الصيدالي أقرب صدرية ليك هو هيوجهك أنت تروح فين تمام البعض بيقول مثلا أنا ما عنديش أي أمراض مزمنة وجالي دور كورونا واخدت أدوية كذا وكذا وكذا وأنا برضو زيك أو قريبي أو أخويا أو زميلي في الشغل أو صاحبي أخذ البروتوكول ده وخف فخلاص هو ياخد زيه هالكلام ده صحيح حتى لو ما عندوش أي أمراض مزمنة زي ما قلت حضرتك كل واحد زي ما ليه بصمة مختلفة كل واحد حالة مختلفة عن الحالة الأخرى الدواء اللي ممكن ينفع مع شخص ينفع سمع شخص الثاني البروتوكول العلاجي زي البروتوكول برتوكول علاجي زي أمبريلا أو زي مزالة إنما تحت هذا البروتوكول اختلاف الجرعات واختلاف التوقعات اللي احنا ممكن فيها الدواء تختلف من شخص للشخص تمام مش كل الأدوية أو مش كل الأشخاص ينفعلهم نفس الدواء مش كل الأشخاص ينفعلهم نفس جرعة الدواء كل دواء ليه جرعة معينة حسب وزن حسب الحالة حسب السن وده اللي احنا محتاجين نأكد عليه النهاردة وسائل التواصل الاجتماعي ليس مصدر للعلاج وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدر للمعلومة ممكن تكون معلومة صحيحة ممكن تكون معلومة خطئة عشان كده صحتك أغلى كتير جدا أنك تاخد المصدر ده من وسائل الاتصال الاجتماعي إمتى أكون لا مش محتاج يعني الحالة متطورة وأكون في حالة فعلا أن أنا لا ما أفضلش في العزل المنزلي أكون محتاج أروح لمستشفى أو ليه اللي هي مستشفى العزل هو ده اللي نقول الحركة عليه اتصالك الدائم بطبيبك الخاص أو اتصال دائم بمشار الطبي بتاعك كان صيدالي أو طبيب أو أي حد من الفرير الطبي هو اللي هيحدد إمتى تروح المستشفى طبعا معيار الذهاب للمستشفى يختلف نسبة الأكسجين في الدم درجة الحرارة الاستجابة من الأدوية اللي أنت بتاخدها ولا لا داخل العزل المنزلي نسبة تأثيرك للمحيطين حواليك هل أنت المحيطين حواليك ممكن تعمل عزل منزلي مظبوط ولا مش تعمل عزل منزلي مظبوط أنت هل أنت مريض ضغط ولا مش مريض ضغط مريض سكر من كبار السن ولا من الأطفال لا كل العوامل دي بتحدد ذهاب المريض للمستشفى في البعض أول ما يحس بدور بردة أو أنفلونزا فيقول أطمن على نفسي فيقوم عمل مجموعة من الأشعة التشخصية أو التحليل أو ربما يروح علشان ياخد يعمل مسح علشان يتأكد أن اللي عنده ده كورونا ولا لا هل ده صحيح ولا ولو عايز يعمل أي أشعة تشخصية أو اختبارات علشان يختبر إذا كان مصاب بكورونا ولا لا يروح بعد فترة قد إيه وإمتى وهل في عرض معين بيكون مجبر أو مضطر أنه يروح يجري هذه الأشعة أو هذه الاختبارات على وجه السرعة هو كلام حضرتك بقى هي قدنا لحاجة تانية أول حاجة تانية خالص حرب على كورونا هي حرب وعي وعي المريض ووعي المجتمع عشان كده لازم الوعي عندنا يزيد إمتى الوعي يزيد لازم نحسل فعلا بخطورة ما نحن قد يعني اللي بيواجهنا لازم النهاردة زي ما تحرضك الوعي ده لازم يكون وعي شامل للفرد وكل أفراد الأسرة إمتى روح عمل الأشعة إمتى روح عمل التحليل إمتى روح عمل المسحة إمتى أبدأ في الأدوية كل هذه النقاط يحددها الطبيب أنا من هذا المنبر الإعلامي بقول لكل الأشخاص الدواء زي ما بنقول سمون قاتل هي دي إحنا دايما نتعودنا على كده ما تاخدش دواء إلا ما يكون محتاجه مين اللي يحدد احتياجك للدواء؟ الطبيب الطبيب أو الصيدالي أو مستشارك الطبي إحنا بنقول دايما المستشار الطبي أو الفريق الطبي هو ده اللي يحدد فعلا إمتى تحتاج الدواء إمتى تغضيه تحديث أجهزة الأكسجين علشان تكون بديل عن أجهزة التنفس الصناعي عايزين نعرف إيه أهمية ده في بروتوكولات العلاج لمرضى كورونا ده ياخدنا بقى العلم جديد أول حاجة تقليل الاستخدام للأكسجين هذه الأجهزة الفترة العلاجية المريض بيعودها داخل المستشفى بتقل ده بيدي مردود للإنتاجية وبيدي مردود النهاردة أن المريض فترته داخل المستشفى مش هيطول زي الفترة اللي فاتت في البعض كان بيخشى من أجهزة التنفس الصناعي أنها بقول يعني أن ممكن تنقل مصدر للعدوى؟ لا 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 جميع الأجهزة معقمة مشفاتنا تحت رقابة من أكثر من جهة الطبيب والفريق الطبي وزي ما احنا بنقول دايما الجيش البيض يهمه قوي يهمه قوي مصلحة أو حياة الشخص وحياة المريض تم اهم احنا كنا عايزين نتكلم عن اللقاح الجديد اللي تم تدوله دلوقتي ولكن أو ابتدى في بريطانيا بالأمس إعطاء اللقاحات لتحصيل المواطنين ضد فيروس كورونا ولكن إن شاء الله يكون في لقاءات تانية دكتور أحمد إدريس عضو منتدى الإصلاح الصحي وعضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية شرفتنا وكل السلام إن شاء الله لكل مشاهدين وكل الناس حول العالم شكرا شكرا كده مشاهدين الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في هذا الصباح بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد وحلقة جديدة حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء شكرا